طب ممكن نعمل لعبة رطيفة انا هتقمص دور الدولة اي وحتاجك هتتقمص دور صناعة السينما او المنتجين والمخرجين والكذا اي فقدام المناشدات اللي انت بتقولها دي حاجة اقولك ما هو برضو حب علي وحب عليك انت عارف ان انا دولة دلوقتي مش ميسورة الحاج وعندي اقتصاد بيعاني وعندي دعم وعندي فيه مشاكل وكذا انتوا عندكوا السينما ده ممكن انتوا كقطاع خاص تقدروا تشلوه وتريحوا الصداع ده عندما جي ده صحيح قطاع خاص تيجوا توفروا وتحطوا القرش على القرش وتخافوا من عدم الاستقرار وتخافوا ان انتوا مش عارف كذا وتيجوا تشايلوني اكتر مانا شايل اقول له ارد على حضرت فضل اولا انا مش عقس حاجة من الدول انا عايز الخرابات الفضية يدواني اعمل فيها دور عرض السينما اللي هي ما تجيبش فلوس للدول بالعكس هتجيب تمام ادي نمرت واحد نمرت اتنين انه فيه مثلا حوالي 400 اصل ثقافة صحيح معطل ومهيق للعرض السينما حولوه لدور عرض السينما حطوه فيه المكان زي ما هو كده وحشتغل وموجود البنية التحتها بتاعته افكار اللي انت كنت تتكلم عنها في مضوع المترو خيال صحيح نمرت تلاتة احميني طي مش انت بتقول قطاع خاص احمل قطاع الخاص اللي تسرق افلامه في نفس اليوم يعني انا اصرف عشرة مليون على فيلم والاقي واحد يدخل بالكاميرا يصوره وتاني يوم منتشر في جميع انحاء العالم وانت متحمليش والاقي قنوات من ام عشرة سياغة اللي تحت السلم دي بتزيع الفيلم الجديد بتاع اللي انا لسه عامله بتكلفه عشر أو عشرين مليون بتزيعه على كل الناس وانت الدولة تيجي تقولها يعتبروا ان سرقة الافلام دي زي سرقة بومبو يعني حاجة مش مهمة يعني كل السرقة مهمة معان سرقة الافلام بص على المصنفات اللي هي شرطة المصنفات تلاقيهم يعني في منتار رخاوة في ضبط الحاجات دي باعتبارها ظهر لا وكلنا بتشوف الافلام دي في كل قنوات الشمال اللي انت بتقول عليها دي وما حدش بيكلم وانت عارف قنوات دي المعمولة ازاي؟ انت عارف طبعا انت راجل اعلامي عشرة تلاف دولار بيروح للامر الفرنسي الامر الفرنسي ياخد منه بتاع عشرة يشقة ويزيع صحيح لانه عامل على نفس المدار بتاع الناس بالضبط فانت مش عارف تقفل طيب الدولة لازم تحميك يعني احمي اما تغير مدار الناس اما الناس دي تقبض عليهم تخش عليهم كل شوية تلبسهم غرامة عشرة مليون بحيث انهم يبطلوا انما ما تسيبنيش انا انت بتقول اقطاع خاص وانا عايز اشغيل لكن انت بص طيب يعني الدولة او الدخلية هنا بصنفات بشوية بحث بخمسة جنيه ونص مش تعرف قنات التتي دي بتطلع منين وقنات شعبيات بتطلع منين كلنا وصحابة معروفين انا اقولك على حاجة تانية كمان بايخة لو دول عملوا دعاية ضد النظام حيتلاقيهم في ساعة حيلقوهم في ساعة اه انما انهم بيسرقوا السينما مش مهم سرقة السينما يعني ده المنتج عايز من الدولة مش انها تديك فلوس بس تحميك تحميك تحمينا وتعاملنا على اننا مش ملاهي انها دي صناعة مهمة مش عيبة اما تديها اماكن معفاة من الجمالك ومعفاة من الضرايب على الال 10 سنين واماكن تتحول الى دور عرض او تحول او انا بقولك 50% اه خش معك 50% خش معي الدين الاماكن الدين الاثور الثقافة خد انت ال 50% حولها الى سينما وزا ما انت بقول خربات والاماكن المهملة خد ال 50% الاصور الاصار انت عاملك شفت اصار في العالم ياما قاعدين في الموظفين يشرب اهوة وشاي اما فران وخفافيش بعض الاصار فيها خفافيش الاصار دي موجودة عشان تستخدم على فكرة يعني الاصار ممكن يطرعه كويس او يستخدم كدر عرض سينما او مكتبة او كده احنا كنا عايزين نعمل ارشيف للسينما وخدنا موافقة وزير الاصار ايام حركات الثورة ايام عماد ابو غازي خدنا موافقة اصر عمر توسن اللي في شوبرا وجاء منحة فرنسية من فرنسا ووافقت على منحة ضخمة خمسة وعشرين مليون يورو مبدئيا على اساس يعملون الارشيف القومي للسينما بلد بقالها ميت سينما بتنتج سينما ومعنداش ارشيف وفلامها بتسرق وبتروح لكل حد ووافق وزير الاصار بالبتاعه وهم عينوا ورفعوا المقاسات بس وزير الاصار اتغير جينا واحد تاني رحنا له بالورقة بروحوا الوزير خليه نفعكم ففيه ما فيش روح ما فيش روح ما فيش ارادة سياسية ما فيش دولة عارفة عن ايه اهمية هذه الصناعة كصناعة حتى مربحة ولا كقوة نعمة طيب مرحة